اشتركوا في القناة بخلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المعداه والنعمة المززاه الذي بعثه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصلاجا منير لم يرى التاريخ منذ بداية الإسلام تعصب لجماعة ولا لفئة معينة حتى التعصب في الدين نفسه لأن الحق تبارك تعالى قال في كتابه الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لانفصام لها والله سمع عليه يبقى الإسلام ذم التعصب وهذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما المؤمنون أخوة وقال الحق تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يبقى التعصب مذموم طيب أساسي حديثك إحنا معنا مكلمة مهمة جدا ليه التعصب ده بالتحديد معنا المهندس مجدي فالتس رئيس الجالية المصرية بإيطاليا مساء الخير ريفي عندنا أهلا مساء الخير عندما أعلانهم إزاي حضرتك أهلا بحضرتك أنا سبعت لك تصريح حضرتك قلت يعني هم بيتعصبوا قدام القنصرية الإيطالية في مصر بعض الناس بيقولوا إنه الإيطالي اللي هو مات في مصر طب ليه ما بتعملوش ده قدام الجاليات المصرية في إيطاليا نفسها اللي بيموت فيها كتير من مصريين فده نوع من التعصب والله أنا يعني أنا بستبعت كلمة تعصب عمتا لأن كلمة تعصب دي مداها معيه جدا ولكن كلها دي حاجات فردية يعني إحنا اللي بنشوفه بتقبع حاجات فردية لا تعصب للايمان المسيحي أو الإسلامي لأن إحنا لو شفت حضرتك عايشين هنا في إيطاليا أو في دول الأوروبية بنقدر نشتري وبنترنبيع وبنترنييش وهماهم كفرد من الوطن يعني مش كفرد خارج الوطن أيفا هو الموضوع الموضوع طبعا نحن ليه أبعاد وقيعة أو أبعاد معروفة سياسيا إن في الزمن أو التزامن اللي كان موجود به سياسيين إيطاليين في مصر الاقتصاد والحاجات دينية فرمت يعني هي تعتبر حاجة بتأثر أو بتأزع الأمن القومي للبلاد ولكن نحن نرفض هذا تماماً ولنحن نرفض إن أي إيطالية جا في الحاصل الجاية معينة أو أحد مصري الحاصل الجاية معينة لأن اللي بيموت هنا في إيطاليا بيموت مش بالقتل أو بالسيون أو الحاجات دين اللي بيموت بيموت مصد ربنا ممكن حدثة ممكن ما يتعرض شريل عادي جداً وجهات المختصة بالتحية لسه ما ثبتتش هل هو جوليو مات في حدثة ولا ما يعني لسه اللي جهات هو كل لو تشوف حضرتك الجرائط أو القنوات التواصل الاجتماعي بتشوف حضرتك كل يوم بتسمعي 20 ألف خبر كلهم اللي مضاد للدولة واللي مع الدولة يعني فيه ناس بتتكلم وفيه ناس بتتكلم نحن الواجه العام هنا عمتاً لا يمتش بالصلة لنا لأن نحن ده حاجة فردية وحطرت ورينسي اللي هو رئيس الحكومة الإيطالية قال لها فيه تحقيق صحة فيه وإحنا تمحناها منه بيقول الحاجة اللي تمث الأمن القومي للبلاد سواء على مرض مصر أو سواء على مرض إيطاليا السياسات أو القائمين على السياسة هم اللي بيحددوا مواقف الناس دين أيو فردية فإحنا ما بنزعلش من أي حاجة زي كده أنه إحنا بيدفع على استقرار العام للسلف والاشتباعة في العالم طيب أنا شكرا لحضرتك جدا يا فردية شكراً هو فعلاً يا شيخنا حصل هنا ويفه قدام القنصلية الإيطالي وعمل وشابه مزاهرة هناك ما إحنا بيموت برضو من عندنا مصريين ما بيعملوش كده ليه المصريين اللي في إيطاليا ما هو إحنا عندنا فيه حاجة اسمها التعصب الجنسي والنوعي يعني فيه إنسان يتعصب من أجل مذهبيته جنسه يعني عيلته وأقرانه لا دو المصريين اللي كانوا عاملوا العاملوا المصريين طبعاً ما إحنا بنقول لنا الفتنة يعني مخمودة ملعون من أيقظها رسول نفسه قال الفتنة مخمودة ملعون من أيقظها وقال إن الفتنة أشد من القتل تمام وكثير من الناس ربما يصنع هذه الأمور من أجل الشق الإعلامي أيبا وكثير من الناس ربما يصنع هذا أمور أعلم الاستقرار للأمن الذي نعيشه والرسول بيقول لنا جميعاً من عاش آمناً في سربه معافا في بدنه عنده وقوت يومه عاش وكأنما حيدت له الدنيا بحدافره الحمد لله مستقرين وأمنين وربنا صلحه وتعالى يجعل هذا البلد آمن مطمئنا إلى قيام الساعة لأنه قاله دخلوا مصر إن شاء الله آمنين الذي يرى المآسي التي حول الدول العربية الآن يحمد الحق تبارك وتعالى على الوحدة اللي احنا فيه ونقول للتعصب اللي احنا في له وبنقول لإخواننا جميعا أن القرآن قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عندما يأتي الطفان لا يأخذ الفقير ويترك الغني لا يأخذ الصحيح ويترك المريض أما يجب الطفان يبقى عكل الناس تستقر وطالما فيه تحقيقات أمنية وفيه جهات مسؤولة ننتظر وابنقول الذي ينشر خبر حتى في التعصب برد الذي ينشر خبر وهو لا يتأكد منه ويكتبه يسأل عنه هم القيامة أيضا يعني رب كلمة يقولها الإنسان لا يهوى بها بالا فتكون عليه من صخط الله فيهوى في أثرها في نار جهنم سبعين خريف ورب كلمة يقولها الإنسان لا يهوى بها بالا فتكون عليه من رضوان الله فيرفع فيها في الجنة سبعين خريف نتعصب هوات المشجعين حتى أي الفريقين حتى في الكلام الذي نقوله الآن إن لم يجرى الكلام على العقل وإن لم يوضع كل شيء في نصابه الذي أمره الله نسأل عنه يوم القيام ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم فالناس اللي وقفين دولة نسألهم سؤال تبنتوا وقفين ليه هل سألتم الجهات الأمنية التي قامت في هذا الأمر هل نحن نظرنا إلى هذا الأمر على أنه حلث فردي ربما يكون بين هذا الرجل وبين آخر خلافات أو يكون فيه مشاكل يعلمها إلا الله أو جهات الأمنية ولكن إحنا خلاص كده جزافاً أي شيء عاوزين بس بقى في فرقعة في التواصل الاجتماعي وكل ينظر إلى هذه الكلمات طب إيه رأي حضرتك في التعصب الرياضي يعني فيه ناس يعني مثلاً فيه اتنين يعني إحنا في البيت عندنا فيه أهل وياه وفيه زمال كوي جميل بنقعد نضايق بعض بس كده بهزار لكن ما بنشنش على بعض حملات ولا ألفاظ ولا شعارات فإيه رأي حضرتك في التعصب الأعمى أنا بنسميها التعصب الأعمى فعلاً إحنا قلنا سيادتك في بداية الحلقة أن التعصب مذموم على كل الأحوال أيضاً وإحنا بنقول برضا كرجال دين أن الرياضة مطلوبة شرعاً والتنافس في الرياضة أمر يطلبه الشرع أيضاً ولكن التنافس المحمود وليس التنافس المذموم أيضاً اللعب بلعبه في الملعب إذا كان أهلاوي ولا زمال كوي ولا مصري ولا أسماعيل ولا مل أي لعب أيضاً بعد المباراة بيتألفهم جداً ويضحكم والذي يذوق الأمرين للأهل في البيت أيضاً يعني هؤلاء الذين يقتلون بدون وعي وسفك الدماء في كل مكان من المسؤول عن ذلك يوم القيامة أمام الله كان فيه ذمان هذا الأمر لحتى لعبت المصر القدماء زي كابت المحمود الخطيب ولا كابت الحلنشحاته ولا عبد العزيز ناس جولت حتى تجد فيهم حتى ميجد تكلموا عن الإعلام فيه رزانة في الكلام طبعاً أدف في الحوار فأحنا بنقول بأ أن التعصب مزموم على كل الأحوال أما التعصب الرياضي له أكثر يعني مزموم على أكثر الأحوال في الذي نراه الأيام دي لأن كانت أخوف ما تخاف عليه الملائكة من خلق ابن آدم هو الإفساد والقتل وسفك الدماء في الأرض لما ربنا قال لسيدنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون من المسؤول؟ تسأل عن ذلك من قام يعني عندما نجد أن فيه تعصب لفريق معين أو تعصب للاعب معين نقول لهؤلاء المرء يحشر على ما كان عليه والإنسان بخله وكان قديماً كده علمنا أن رجل في إحدى مبارات القمة بين الآل والزمالك أما جيه جون في أحد الفريق مات باستكتل قلبية طيب يبعث فيهم القيامة ويقول له ربنا إيه؟ لا يبعث فيهم القيامة ويقول له ربنا إيه؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يبعث المرء على ما كان عليه أيه بالضبط يعني مثل زي ما حصل في وفاة الكابتن رحمة الله عليه حمد أمام لما راح له كابتن طريق سليم وقعد يعزف كابتن حازم إمام وقعد معاهم وكان بيبكي جداً وإحنا كلنا شوفنا المنزق طبعاً يا سيدة هالة القرآن الكريم بقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبيلاً لتعرفه إنا أكرمكم عند الله ألقاكم إن الله عليم القبيل دا الإسلام نفسه الرسول رفع من شأن الأشعريين أن فيه قمسهم الأشعريين أشعريين دولت أيه؟ كان إذا مات لهم ميت في الحرب كانوا يكتمعون ويأكلوا الأرامل ويواسوا النساء ويقف بجوار أولاد اليتام فالرسول إليه الأشعريون منا وأنا منهم إن فيه تكام وفيه تآلف بصبت المهاجرين والأنصار والأوس والخزر النبي لما جيه المدينة ألب بين قلوب أهل مكة وأهل المدينة اللي هم المهاجرين والأنصار الأوس والخزر كانت قابلتين بينهما عراق شديد كتال على مدار السنوات لما أسلموا وأتقنوا معنا كلمة إسلام وعالموا أن الإسلام جوهر لا شكل عمل لا قول ومن الخير أن يتسق الجوهر بالشكل والعمل مع القول حتى يصبح المسلم مسلما يسلمه الناس من لسان وليه أحد اليهود لم يعجبه الآمر فيقعد يقول لي بتوعي الأوس شفتم اللي بصول الخضرق عمين إيه وقال لي بتوعي الخضرق شفتم بتوعي الأوس عمين إيه فارتفعت الأصوات فالنبي قال دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أذركم لا إسلام مش كده إسلام ألفة إسلام وحدة الإسلام اعتصام لعلماءنا الربانيين في الأزهر علمونا أن النجاة لهذه الأمة في أربع آيات نبونا المتعصبين أي أن النجاة لهذه الأمة في أربع آيات قرآنية ولو قرأنا القرآن كما تفضلت بلية الحلقة لأخواننا في إيريخ لم يعنونش مصاحب والمصاحب عندنا ترمى الآن في كل مكان أي قرآن بقول وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم أي فأصبحتم بنعمتي إخوان وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهترون تابع الآية الثانية وزهر إيبا أي وتعاونوا على البر والتقل لحنا بنعمل لتعاون لحتى الذي يخرب في هذه المؤسسات الرياضية يسأل يوم القيام يعني المشجع راح يشاهد مباراة ويكسر الكرسي اللي جالس عليه والمنشآت الحكومية التي تمر ويحرق أعلم ويتلفظ بألفاظ نائية ما حضرتك ما فيش توجيه من الأهل في البيت ما فيش توجيه من الزكانه منتمين لنادي معين فيجب أن احنا نغرس الحكاية دي في أطفالنا منذ الصغر وهم في المدارس نعلمهم برد ويحنا نقول آليات الحل في هذا الأمر أن يكون فيه في النوادي في مثل هذه النوادي لقاءات مع رياضيين مع أدباء مع ناس عندهم واضع تربوي عشان يعلموهم ويكون في المدارس يكون فيه يعني بين وزارة الأوقاف أو الأزهر والرياضة يعملوا منتريات في المدارس الكبيرة اللي موما عملوا إحصائية وجدوا أن الشباب دولت من سن 13 إلى 23 سنة بنبدأ من أول الإعداد لغاية الجامعة لما نعمل لقاءات في الجامعات ولقاءات في المدارس وفي القرى وفي النجوع وفي المدن وفي المراكز ما هي المانع لأن ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعروان الذي يرى هذه المناظر ولا يستأمن هذه الأمور يسألهم القيامة يعني سيدنا جبريل لما ربنا سبحانه وتعالى قال له يا جبريل انزل على هذه القرية واطمس أهلها بإحلى جناحيك فسيدنا جبريل نزل فوجد إن القرية فيها عابد يجلس في صومعته وعشان نقول لبردك الشباب إن الإسلام الصلاة وزكاة وحج وصيوان الدين المعاملة هذه أركان الإسلام أما الدين هو المعاملة أيها فان فسيدنا جبريل نزل وجد العابد فكيف يعني يخسب بهذه القرية الأرض وفيها عابد لله فصعد لربنا قال له يا رب هذه القرية وجدنا فيها عابد قال به فابدأ به فابدأ ليه يا رب؟ لأنه لم يحمر وجهه يوما لمعصية أو ذنب أو قتل أو سفك دماء أو إفساد في الأرض وجهه لم يحمر ولم ينصح الناس لذلك فبه فابدأ نجل نقول بأى المبدأ أيه وتعاونوا على البر والتقوى أيه ولا تعاونوا على الإثم والعروان ولذلك نقول أنه فقه واحد فقه رياضي فقه طبي فقه في الدين فقه في كل أمور الحياة فقهه واحد أشده عند الله عز وجل من ألف عابد هنا العبادة بتنقضي عندما ينقضي الإنسان فيه يعني إحنا بيلزمنا كده فقه في المدارس فقه في المستشفيات اللي بتموت الناس بالضبط فقه في كل المؤسسات الكبيرة الإسلام ذهال يرقب من معتنقه أن يكون ضاد مير يقض تصان به حقوق الله يغلط تصان به بالمراقبة أيها ولذلك يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسطة ليوم القيام فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين أنا أقول لهؤلاء الذين يبثون السم لشبابنا يوم القيامة ربنا سمى يوم ترد فيه المظالم إذا ما كنتش أدرك الحق في الدنيا وانت صفكت دمه وجالس في أماكن بعيدة عن مصر أو أماكن بعيدة عن كل مكان أنت تسأل يوم القيامة من قاتل من أجل عصبية أو لعصبية فقد مات مات الجاهلية الرسول يقول كنا لا عصبية في الإسلام ولا مذهبية في الدين فبنقول أن يكون فقيف في المجالات دي ليه عشان تصان به حقوق الله وتصان به حقوق الناس طب حياتك بقى دي مسؤولية الأصهر الشريف لكل أنه يوجه علماءنا الكرام للمؤسسات واللأندية واللمدارس والجامعات شوف يا فروق إحنا بيقول أنه سوق الإعلام لمثل هذه الأمور لأن التسويق الإعلامي في بعض الإحان بيشين الفتن للرياض ده أكيد بس أنا لو عندي خلفية يعني أما بعود مع الشيخ جليل زي حضرتك بس تفيد منه الكلام ده ما أقدرش بعد كده أطلع في الإعلام أقول كلام مخالف للا حضرتك قلته لي إحنا قلنا أن تقدم التكنولوجي في بعض الأحيان بيشينه أكثر مما يحسن إحنا قديما أباءنا وأجدادنا كان بيجلسوا في رجل على المباراة واحدة ويجيبوا لب ويجيبوا معهم أشياء تسلية ويجيب جوني هزر زي ما أنت حتبتون أنت في البيتة هوت زي ملكاه وأهلاوي ويجيبوا تنافذوا بالألقاب بطريقة مهزبة جدا ولكن إحنا ليس عندنا ثقافة الحوار إحنا بنقول لشبابنا أن ربنا حاور إبليس ربنا صحيح وعلى الله حاور إبليس قالوا أني جاعل في الأرض خليف سيدنا إبراهيم حاور أباه يا أبتي لا تعبوا للشيطان سيدنا إبراهيم حاور النمروذ الذي قال أنا إله وأنا أوحي وأميت سيدنا سليمان حاور نملة نملة سيدنا سليمان حاورها فإحنا ثقافة الحوار إحنا بنقعد في البيت يبقى فيه ثقافة في البيت من أجل الحوار مع الآخرين المدرسة يبقى فيه مجال للمدارس إن يكون فيهم يعني وقت يبين للأطفال إن حب الوطن وعدم التخريب وعدم الفساد لا ما نعني لنشجع فريق معين ولكن لا أتعصد ولا يكون فيه إفراط ولا ميل ولا تشدد إذا كان الإسلام لها تشدد في العبادة في العبادة يسروا ولا تعسروا لا تشددوا على الناس كما شدد بني إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليه وده كلها أمور عبادية فيبلغ بالمعاملات بقى عندما يكون عندي تعصد أو ميل لفريق معين ربما أحشر معه ما القيام وأنا على ضلال نحن نجد أن يكون فيه تريس بنقول أن الرياضة ليست محرمة شرعا وشو بقى جمال الكرة القدم أو جمال الرياضة جمال الرياضة أنها بتبقى حاجة جماعية بتهز بالنفس المفروض يقول لك رياضة فردية ورياضة جماعية كرة القدم جماعية طبع هل يقدر إنسان أنه هو يلعب بمفرده أمام فريق؟ لا طبع فيبقى لي اعتصام لو ما فيش تعاون بين الفريق هل يقدر الفريق يكسب؟ وتعاون على البر واتقه لو فيه تنازع بين الفريق نفسه لو أنه يبكر الزميل اللي يلعب معايا ولا يتنازعه فتفشله فذهب ريحكم وبكرة يروح النادي التاني اللي كان بيلعب ضده بالضبط يتعاقد معاه فيروح له بالضبط فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لمنعنى أقدم حضارة في التاريخ حضرته الأندلس انتهت بالفرقة انتهت بالشتات انتهت بإنه كل واحد قولي بها نفسي أنا والطفان انتهت هذه الحضارة فالإسلام لما وحد الأمور الإسلام لما جمع الناس على الإبارة في الصلاة لما جمع الناس على الإنفق بالسرقة لما جمع الناس بالصيام في من الفجر للمغرب لما جمع الناس في غتهvar نقول بقى نتوحد ونهذب أنفسنا لبناء الوطن يعني رحلة بناء يعني كفانا فساد وكفانا تخريب وكفانا يعني قتل للنفس بغير إثن ومن قاتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا يعني هيدا مش بس الشباب اللي حيحسب ويعمل قيامة لكن أولياء أمورهم أو اللي وجهوهم أو اللي مش بيوجهوهم وهم عارفين ده أو اللي شحنوهم بالضبط الشباب طاقة هذه الطاقة إلا تستغلوا في الأمر الحسن تستغلوا في الأمر السيء بتبدأ من البيت ثم تنتهي بالمسؤول عن التعليم لأن الأمانة الأمانة في معناها البسيط أن الرسول قال لكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعية بالضبط الراجل راعي مسؤولون عن رعية الحاكم راعي مسؤولون عن رعية والمعلم في المدرسة والأم في البيت راعية ونحن بنقول إيه بقى ودي أمر مهم قوي أنا مش كل حاجة ألقاو لك ده الحكوم مش أقول كل حاجة رفلان أنا فين أنا فين من هذا الأمر ونفس وما سواه فألامها فجورها وتقوى قد أفلحها من زكاها وقرخها من دساها وسيدنا سليمان ذات يمكن كده مرة على بستان فوجد أربع صفير بيتحدث شو بس الناس بستعرف جمال يعني خلق الله للإنسان وما خلقت الجن والإنس ولكن بقى فيه إلا ليعبدون فسيدنا سليمان لما يعني مشى فوجد أربع صفير بيتحدثهم بقول اللي معاه أتدرون لما رأونا ماذا يقولون ربنا علموا منطق الطير يعني ربنا كان لهلو للتاكد سيدنا سليمان يا رب وعلمه منطق الطير فقالوا لا نعرف يا نبي الله قال العصفور الأول يقول للثلاثة يا ليت الخلق لم يخلقه يا ليت الخلق إيه لم يخلق فالثاني قال له ويا ليتهم لما أقلقوا عرفوا فالثالث قال له ويا ليتهم لما عرفوا عملوا فالربع قال له إيه ويا ليتهم لما عملوا أخلصوا فعندهم ضمير فأحنا بنقول للناس المسؤولة عن هذه الأمور وبالذات في هذه الأماكن فيها اجتماعات المباريات يبقى عندنا حكمة ونساعد هؤلاء الذين يرابطون من أجل حماية الوطن ونساعد الإبناء فيه لأن ربنا يسألهم الإيامة رأيت منكر ولم تأمر بي نهيه وكان أمامك أن تصنع معروف ولم تأمر به وتعاونوا على البرد والتقى ولا تعاونوا على الإثم العدوان وربنا قال إنما المؤمنون أخوة المسلم وأخو المسلم لا يضمه ولا يخذله الرسول اللي بقول بقول بشروا ولا تنفروا بقول إيه أنك تمع على طاعة خير من أنك تمع على معصية الناس أولاد الذين تدبرون لخراب البناد حتى في المباريات نقول لهم أنتوا يوم الإيامة تقول ربنا إيه يوم الإيامة عندما تصعدون وتسألون ويقف الإنسان ليس بينه وبين ربه ترجمان نقول له عبد أنت تعمل إيه ما هو المقتول أو الذي أفسده يقف أمام الله وربنا يقول له الذي بيني وبينك ربما عفوت عنه أما الذي بينك وبين خلقي اذهب فليقتص منك روح مظالم كل من ما في السماوات وعنده قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجم عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه إنتوا رحين رحين يوم الإيامة وبعدين فأي يا رب ليجم عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذي باع نفسه لطائفة الذي باع نفسه لجماعة الذي باع نفسه لحزب الذي باع نفسه تعصبا من أجل مذهبية نقول له القرآن قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نستمنهم في شيء وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا عصبية في الإسلام ولا مذهبية في الدين الدين واحد وبالتالي لا عصبية في أي شيء بقى ولكن نقول لنا نتعاون أيه طبعا طبعا ويرفع بعضنا بعضا ويعذر بعضنا الأخ الرسول لما ذهب إلى المدينة الثهالة وأنه بقول لجميع هوت كان في المدينة يهول بن قينقاع كان في المدينة يهول بن النظير كان في المدينة يهول بن قريضة فالنبي لما دخل المدينة ذهب إليه كل هؤلاء الطوائف فماذا قال النبي لم يدع المسلمين وحدهم ولم يقل أنا وطائفة ولم يقل أنا والمؤمنين قال أيها الناس ولم يقل يقول أيها المؤمنون قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ترخلوا الجنة بسلام طب مسلم وبيئذي وغيره راجل عنده رحمة يقول له التعلم الإسلام ده تعلم الإسلام إن إحنا منعوش نتكلم كثير ده مفروض على المسلمين الإسلام فعلي يعني بالضبط لأن مفروض على المسلمين أن يعملوا ثلاث أرباع ما يتكلموا العكس الآن إحنا أسازت كلام يعني بعد مطش الأهل إن شاء الله وزمان البكرة كله يكتب على صفحات طرس الاجتماعي وكأنه محلل سياسي محلل رياضي حدث زي بتاع إيطاليا وكله بقى محلل سياسي آه ما هيدي المشكلة صحيح بيفتو نقول بقى الرسول قال من أراد الطب فليتطيب أنا رجل بشتغل في مينة الطعام أنا رجل رياضي بسؤل عن الرياضة أنا رجل طبيب أسأل يوم القيامة عن هؤلاء الذين يموتون عن الطب والصحة أنا رجل مهندس كبار اللي بتوع عادية والعمارات والعمارات تسأل يوم القيامة نحن بنقول أن كل واحد يقف على ثغر من ثغور الإسلام الرسول قال كده السلام كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فأيكم أن يأتي من ثغره أي واحد فينا في مجاله أنا كإمام أنا كإعلامي أنا كرجل رياضي كطبيب لو أن الإسلام قد اخترق من جهة أي واحد فينا يقف يوم القيامة أمام الله عز وجل ويسأله عبدي وهبتك هذه النعم فماذا صنعت بها للناس هو ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله للسادة المشاهدين كل واحد بينه ما بين نفسه يسأل نفسه السؤال ده شيخ محمد احنا بنشكرك جدا 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 وشرفتنا وأنستنا وفوق راسته من فوق فتلك الصح وربنا يجعل مصر واحدة الأمنية الأممان ويهدي شبابنا ويرحم أموتنا ويجعل دائما المصر والإسلام في رفعة لأن الإنسان لا يكون إلا بذاته ومجتمعي اللهم أمين شكرا شكرا كلام جميل والواحد مش عايز شيخ محمد يبطل كلام لأنه ده الأسلوب اللي يجب أن احنا كلنا فعلا نعود ونستمع لي الوجه السمح والصيبة والكلام الراقي المهزب اللي هو من قرآننا الكريم شكرا شكرا ودلوقتي نروح لحنان زينال ونعرف معاها إيه مصادر الطاقة اللي عندنا شكرا شكرا